لو عارفك عم تبكي جلت نظرت شوي حتى تنشف دموعك من اليوم ورايح ما رح تنشف دموعي خلي ثقتك بنفسك كبيري فقدت الثقة وفقدت طولت البال ما عدت تحمل فقدت الثقة حتى بالحكيم قادم لا ما عندي غيرك صديق بهالدني ثقة تفيك مقلا حدود عال صار فيني اسألك ليه عم تبكي السيد كريمة تقريبا طردتني من البيت تقريبا او طردتك قلتني عيشي هون غزبا عنا عيشي هون برضى نادين باشا ونادر باشا اسمعيني يا اسمينة سامعتك اياك تتركي هالبيت لحظة وادي بهالبيت يوم اما رح تشوفي بايك شو اللي بأكدلي معد هندي امل انا بأكدلك رغم اني مش قادر اسمتلك تأكيد من دون اسبات قلت اني صديق وساقتك فيي مقلا حدود نعم مقلا حدود اعطيني شوية تور حتى يصير عندي اسبات كلمك اليوم غريب عجيب الغريب والعجيب اذا بتتركي هالبيت وبتمشي اشتركوا في القناة اذا مستعد تتعلم العزف انا مستعدة علمك لا ابدا ما فكرت بهالموضوع بس عم تحاول تعذف بس عم تحاول تعذف من الضجر حاسس اني خامل مليد من دون نفع افضل من ما تكون عجبها هونيك في خوف ورعب هون في كسل وفي ملل عم بعمل جهدي حتى سليك بس للاسف ما عم تتجاوب معي بشكر عناتك واهتمامك فيي ما توخزيني سومية انا هيك بس شوي حاسس بالغربة لازم تكون سعيد ومرتاح انت هون ببيتك وعند حبيبتك موجود من دون حركة ومن دون بركة انا بكره هقلة المروي بالبيت قاعد وهون قاعد الفرق انه انا هون حدك عادة كنت قضي الوقت بالحقل مع العمال كنت ساعد بيه بالاشراف على الزراعة وجودك عنا اقمن واسلم مما تكون بالحقل الضجر قاتل مع شوية انتباه بتسلى وبساعد بيه شو يعني نادر ناوي تتركني وترجع على البيت؟ اذا برجع على البيت ما بكون تركتك امت ناوي ترجع؟ بصراحة؟ بصراحة هلأ بهاللحظة هقل لي شو لازم اعمل حتى تغير رأيك؟ شو لازم اعمل حتى تبقى؟ انا مستعدة لأي طلب طلب الوحيد اني ارجع على البيت اشتركوا في القناة